بسم الله الرحمن الرحيم رحيم نتحدث اليوم عن أهمية تقسيم القرص الصلب عند شراءنا لجهاز حاسب آلي جديد سواء جهاز مكتبي أو جهاز محمول هذا العملية مهمة ونوعا ما سهلة ممكن القيام بها من خلال الويندوز نفسه هناك في إمكانية سواء في الويندوز 7 والويندوز 8 والويندوز 10 العملية متاحة وبشكل سهل وممكن أي شخص يقوم فيها أفضل ما يظل القرص يعني يبقى القرص الصلب جزء واحد ممكن نقسم القرص الصلب إلى جزءين جزء للبيانات وجزء اللي هو الجزء C يبقى لنظام التشغيل وهناك يعني راح نشوف أنه شو المعيار اللي ممكن حجم القرص الصلب C وحجم البيانات يعني كم راح يكون الحجم القرص الصلب C والجزء الثاني اللي هو الجزء دي كم راح يكون شو المفضل طبعا هذه العملية يعني نوعا ما مفيدة ومهمة أنه من خلال ممكن نفصل بين البيانات الخاصة فينا بين ملفات الفيديو الصور والدوكيومنس المستندات نفصلها ونحطها في جزء مستقل ونظام التشغيل يكون في جزء مستقل يعني حتى لو قمنا فيما بعد بعمل فورمات للجهاز أو استعادة نسخة الريكوفري للجهاز ممكن البيانات نظل في يعني الجزء دي في وضع آمن وللاحتياط يعني الزائد إذا كانت بيانات مهمة ممكن نقوم بنقل هذه البيانات يعني قبل عملية الفورمات أو قبل عملية الريكوفر ننقلها إلى آآ قرص صلب خارجي للإحتياط يعني الأمان لأنه البيانات آآ مهم دائما إذا كانت البيانات مهمة آآ لازم تكون عندنا دائما نسخة احتياطية ومحدثة يعني حسب أهمية البيانات ممكن كل شهر كل شهرين كل ثلاث فهذه العملية مهمة آآ جدا حتى نقوم تشغيل بالتطبيق اللي بخدمنا اللي هو برنامج اللي بسموه الكمبيوتر منجمنت لازم يكون عندنا ظاهر على شاشة الكمبيوتر أو على شاشة اللابتوب على الدسكتوب يعني لازم يكون ظاهر عندنا اللي هو الثيس بي سي آخر شي سموه في الويندوز ايت والويندوز تن الثيس بي سي حتى نظهره من روح إذا ما كان ظاهر بنظهره من روح على زر الايمن على سطح المكتب في أي مكان خالي فارغ ومنضغط بيرسونالايز ثم ننتقل مباشرة إلى ما يسمى الثيمز الثيمز وثم الدسكتوب آيكون سيتنج الدسكتوب آيكون سيتنج نظهر عليها بيظهر عندنا الوضع الافتراضي دائما بيكون عندنا السيكل بن هي الموجودة احنا بنظهر الكمبيوتر اللي هو دس كمبيوتر بنظهر كمان اليوزر فايلز بنظهر النتويرك إذا احتجناها بنظهر لوح تتحكم مفيدة جدا تكون ظاهرة يعني ممكن نظهرهم كلهم نخليهم ظاهرين على سطح المكتب ونقول له اوكي ونغلق هذه نلاحظ انه الآن الثيس بي سي موجودة عندنا على سطح المكتب ممكن نقوم من خلال الثيس بي سي بتشغيل برنامج الكمبيوتر منت احيانا منيجي نظهر الثيمز من خلال زي ما قلنا البرسونالايز نذهب على الثيمز كما المثال اللي راح نشوفه وهو الايكونز فعال إذا منلاحظ خلنا نشوف مثال ثاني لابتوب ثاني هذه لابتوب آخر يعني إذا منلاحظ ما علي الثيس بي سي لو عجينا نظهر الثيس بي سي من خلال البرسونالايز زي ما قلنا لو رحنا على الثيم منلاقي انه الدسكتوب آيكون لو طقنا عليها ما بتستجيب لو ضغطنا عليها ما بتستجيب صاير غوستد يعني مطفئ اللون تاحها طبعا السبب زي ما ذكرنا هني You need to activate windows before you can personalize your PC يعني لازم نعمل اول شي activation لا الوندوز ملاحظة الوندوز هنا طالبة activation الاكتيفيشن اللي هي عملية activate windows اللي هي عملية تنشيط للوندوز عملية تنشيط للوندوز فالوندوز لازم تكون منشطة مثلا حتى نستطيع انه ندخل ونظهر هذه الايكونز واحيانا يعني مشكلة اخرى ما بتخلينا نظهر هذه الايكونات نقول اللي هي عملية تعريف كرت الشاشة اذا كان كرت الشاشة برضو غير معرف الكرت غير معرف في device manager كمان لن نستطيع اظهر هذه الايكونز لكن ممكن نتغلب على هذه المشكلة بأي طريقة اخرى زي ما رايحين نشوف يعني ممكن مثلا ندخل لسلة على سبيل المثال المحذوفات اوكي نشغلها وراحين نلاقي this pc موجودة في سلة المحذوفات فقط ما كل ما علينا نضغط الزرع ايما على this pc نضغط كلمة manage هذه هو البرنامج اللي بهم منه هاي طريقة تشغيله ممكن نشغله من هذه الطريقة هاي البرنامج اللي هو الكمبيوتر management هاي احد الطرق اللي ممكن نشغله فيها اذا تعسرت علينا الامور حتى يعني من خلال سلة من المحذوفات من خلال الريسيكل نرجع للمثالتان الاول مثالنا الاول طبعا احنا قلنا ممكن من خلال الزر الايمن على this pc الموجود عندنا على سطح المكتب ظاهر نختار manage اللي هي ما يسمى بالكمبيوتر management قلنا العملية سهلة جدا ان شاء الله راح تكون هذي اسمه computer management يعني ادارة الكمبيوتر وحاجات جدا مهمة موجودة في هذا البرنامج ممكن ان نتعرف على هذا الجزء اللي بهمنا واذا اتيسرت الامور ان شاء الله في مرات اخرى راح نتعرف على حاجات ثانية في هذا البرنامج ممكن نشغل حتى اللي بيحبوا الcommands نشغل يعني في اي مكان نكتب فقط نكتب في اي مكان سواء في الstart او في حتى في الstart مهني نكتب comb comb m comb m g m t هاي هو الامر اللي بيشغل الكمبيوتر مانجمنت comb m g m t نضغط انتر نفس الشيء يشتغل عندنا الكمبيوتر مانجمنت ملاحظوا دائما الويندوز فيها مرونة ممكن نشغل اي برنامج في كذا طريقة ثلاث اربعة خمسة فالامور سهلة باذن الله هاي بالنسبة لتشغيل البرنامج الجزء اللي بيهمنا في الكمبيوتر مانجمنت زي ما قلنا اللي هو هني الديسك مانجمنت هذا الجزء الديسك مانجمنت جزء الديسك مانجمنت نضغط عليه نضغط عليه نضغط عليه ونحصل انه عندنا القرص الصلب هنا مقسم الى جزء C ومقسم الى جزء D طبعا احنا راح نتعلم الطريقتين نبدأ بالطريقة يعني هنا ليس تقسيم القرص الصلب نتعلم ان شاء الله لعملية توحيد القرص الصلب يعني احيانا اذا كان عندنا القرص الصلب صغير حجمه صغير مثلا منوع SSD 128 جيجا يعني بكون كافي همشي نشغل نظام التشغيل والبيانات عندنا الفيديوهات والامور هاي ممكن نحطها على القرص الصلب خارجي اذا كان القرص الصلب مقسم الى جزءين فممكن ان يكون حجم القرص الصلب C يعني غير كافي والجزء C صار فل فممكن بالحال هذي نلجأ الى دمج القرص الصلب C مع القرص الصلب الاخر اللي هو هني صاير E مثلا لانه الحرف D مش موجود يعني ممكن برضو هذي نعمل إعادة ترتيب للحروف C بعدين D مثلا تأخذ يعني هذي ممكن نغير حرف E هنا الى حرف D بشكل سهل لو تعلمناها هذي برضو مش غلط اللي بيحب هذا السالفه اذا كان حرف D طبعا متوفر يعني بحيث انه ما يكون ايش الا اذا ما لاحظت السيد درايف ما اخذ حرف F حرف D متوفر حرف D متوفر ما نقوله ايش اعطينا ال E خلينا اياه حرف D و اوكي يس يعني المثال هنا كان جيد انه حصنا الكرص الصلب مقسم الى جزءين طبعا رتبناهم احنا الان عملية الترتيب مرة ثانية فقط change drive letter change drive letter مهمة هذه العملية بشرط الحرف اللي اللي بدك تعطيه للجزء هذا تغيره لازم يكون متوفر اذا ما متوفر لازم تروح تغير مثلا ال CD drive الى حرف اخر تعطيه بذل حرف F تعطيه حرف G وتغير الحرف مثلا A الى D اللي راح نقوم فيه حتى نوحد الجزء C مع الجزء D اول شي لازم نقوم تفريغ البيانات من القرص او الجزء D تفريغ البيانات ننقلها على قرص الصلب خارجي او على بوكت hard disk اذا كان فيه بيانات طبعا هنا المثال عندنا ما فيه بيانات في هذا المثال فكل ما علينا فقط نقوم فيه الزر الايمن ونقوم فقط بعمل delete ل القرص الصلب او الجزء D للجزء D نعمل هنا فقط delete اوكي اا delete طبعا اي تحذير delete all data on it backup any data يعني اقول لك تاخذ نسخة احتياطية you want to keep before you want to continue انا متأكد انه ما علي بيانات هذا القرص طعيل الحين الجزء صار فارغ ما علي بيانات ونقوم كمان مرة ثانية بحذف البارتشن كامل اللي موجود عليه this is an extended partition the partition the partition will become inaccessible if you delete it are you sure yes لازم انثار عندنا un allocated un allocated يعني غير مخصص غير مخصص حتى نقدر نعطيه للجزء C الان الان كل ما علينا نروح للجزء C ونضغط extend هاي راح نتعلمها اول شيء extend اوكي وننتقل الخطوة البعديها طبعا اذا منلاحظ هون عندنا الحجم 261 جيجا تقريبا لهم 250 جيجا هذا الجزء كامل ممكن نعطيه او نعطيه جزء منه للقرص C اما منعطيه كامل الجزء للقرص C سيطر يعني نضغط المرّبع لذيكا نختار من المربع سيطر المربع ممكن نعطيه كامل الجزء منه بدل 160 نضغط 100 جيجا فقط للجزء C نزيد الجزء C بمقدار 100 جيجا نحن راح نزيده في هاي المثال كامل نعطيه للجزء C نقوله Next Finish ملاحظ انه الان الجزء C الجزء C صار يعني اخذ حجم الهارد دسك كامل طبعا هي الجزء المنطقة اللي موجودة هني اللي هو System Reserved هذي منطقة بحجزها نظام التشغيل في الوندوز 10 أصبح حجمة فقط 500 ميجا يعني نصف قيغة تقريبا هاي محجوزة هاي ما نقدر نعمل فيها اي شيء طبعا هي 500 ميجا يعني نصف قيغة لا شيء محجوزة لنظام تشغيل ملفات المهمة في نظام تشغيل ملفات النظام لبعض ملفات النظام الهامة في الوندوز في الوندوز 7 كان حجمه أقل حجمه 100 ميجا فقط في الوندوز 10 مثلا صار حجمها و 500 ميجا الآن عندنا الكرس الصلب C موجود الآن على اعتبار أنه مثلا إذا شرينا جهاز جديد وموجود فيه جزء واحد فقط اللي هو الجزء C كيف ممكن نقوم بعملية التقسيم نحن شفنا طبعا العملية العكسية اللي شفناها من شوي أنه عندنا كان جزء 2 ممكن نزيده من 3 أجزاء ممكن نخليهم جزء واحد يعني الـ D اللي كان عندنا من شوية ممكن نرد نقسمه إلى D و E مثلا أو في هذا المثال مثلا دمجناه مع الجزء C عملناه جزء واحد الكرس الصلب لسبب إذا كان حجم الهاردسك صغير من نوع SSD مثلا حجمه صغير بس الـ SSD ممتاز كل ما علينا نخلي جزء واحد ونضع البيانات على كرس الصلب على بوكت هاردسك USB 3 مثلا بيكون سريع جدا ويفي بالغرض الآن اللي راح نقوم فيه العملية اللي قلنا عنها اللي هي عملية تقسيم الكرس الصلب C هكذا بالغالب يعني لما نشتري جهاز جديد لابتوب بيأتي فيه جزء واحد C عملية تقسيم بدل كانت extend من شوية شفناها الآن shrink تقسيم الكرس لأنه لا يوجد extend لأنه لا يوجد extend تظهر لما يكون فيه جزء آخر يعني راح نمدد هذا الجزء C إلى نأخذ من الجزء الآخر اللي هو الجزء D كان مثلا فالextend الآن صارت ghosted من بنده الآن اللي راح نعمله shrink راح نعمل shrink shrink volume طبعا shrink معناته تقليص تقليص الجزء C يعني بدل ما يكون ما أخذ الهاردس كامل ما ننقلص حجمه مثلا من 500 جيجا مثلا إلى 200 جيجا ونخلي 300 جيجا للبيانات حسب حجم البيانات اللي عندنا يعني القرص دائما الجزء C يعني إذا كانت عندنا البرامج متواضعة عندنا الwindوز وبرامج الفيس وكذا كلما تأخذ لها 20-30 جيجا نحن من أطيع أقل شي نقول مثلا 100 جيجا للجزء C والباقي منخليها للبيانات حين ممكن نكون في بعض الناس عنده بيانات كثيرة فمنخلي الجزء الأكبر للبيانات يعني ما بتكون العملية 50-50 حسب إياش حجم القرص الصلب الموجود عندنا المتاح أحيانا لازم نعطيه كوامل زي ما نحن شايفين مثلا شفنا بالمثال للسي أحيانا نعطي الجزء C أكبر من الجزء D أحيانا الجزء D أكبر من الجزء C بيعتمد على حجم القرص الصلب والبيانات اللي عندنا بس ما يعني ما نعطي القرص الصلب C مثلا أقل من 100 جيجا نخلي في مجال متاح أنه لو نزل أي برنامج الفوتوشوب أو كذا أو برامج أخرى يكون عندنا شيء متاح على القرص الصلب C فهذه يعني الحسب بتكون بالطريقة هذه زي ما احنا شايفين كل شيء مكتوب يعني هذه في البداية Total Size يعني حجم الجزء C قبل عملية Shrink هذه اللي هو Available Size اللي ممكن نقصه من الجزء C هاي هو عمله Calculation طبعا وهني Enter the amount of space to shrink ممكن نحنا بالحالة هني فقط اللي ممكن نتحكم في الجزء اللي ممكن نقصه وهي النتيجة رايح تكون نتيجة الجزء C Total Size After Shrink يعني هذي مثلا نتيجة هنا 108 جيجا تقريبا هاي بالميجابايت كلياته فمية وثمانية جيجا بكون الحجم مناسب بالنسبة الجزء C أي تغيير في هاي المنطقة رايح اعطينا مثلا لو خلينا من نزيد اكثر مثلا نخليه زيادة فمنقلل هاي الجزء اللي ما نقطعه ممكن بدل 368 مثلا لو خلينا 300 فقط اسبيل المثال وانا صار حجم الجزء C 176 جيجا هاي مثال عندنا مثلا فهنا ممكن نتحكم فيه الارقام قلنا لو shrink اذا ملاحظ رايح اعطينا جزء ثاني الان كل ما علينا طبعا الجزء يعني غير مخصص مش معنطينو حرف للان بعدنا اوكي هاي الحجم قلنا صار 176 172 جيجا يعني طبعا الحسبات في الكمبيوتر كلها في البيانري تو اس كذا فبتكون دائما الحسبة مختلف الارقام شوئ نوعا ما يعني تقريبا هون الان حتى نخصص حرف لهاي الجزء فبنقول نيو سيمبل فوليوم كل ما فيه العملية نيكست هاي الجزء كامل رايح نعطي نقول نيكست اوكي الصين حرف د اذا مش حرف دي ممكن نغير الحرف نعطي ممكن اسم لهذه الفوليوم نقول لهذه جزء الداتا مثلا البيانات او نور من الفورمات زي ما نحب طبعا كوك فورمات منخلي بشكل سريع يعمل فورمات فنش الان فورمات تقريبا ثلاثمائة قيقة الان صار بتلاحظون فتح الجزء دي اللي اه جهزنا على طول بقوم بعملية ستحه ضلغنا بنرجع بنحصل انه عندنا صار جزء سي وجزء دي هذي كل ما في العملية نرجو ان شاء الله تكون يعني في فايدة من هذا الموضوع اتوقع لانه كثير بتيجي نأسئلة علية الصحيح لانه الناس دام بتشترع جزء الجديدة وكون الجهاز غير مقسم نرجو ان الجميع يكون استفاد ولا تنسونا من صالح دعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة